السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 بفضل هدف كريستيان إريكسين ليتأحل نصف نهائي كأس إيطاليا وفي الدقائق الأخيرة للشوت الأول دخل لقاكو إبراهيموفيتش في صراع لفظي قبل أن يصطدم بالرأس وقام الحكم فاليري بمنح بطاقة سفراء لكلهما وكان من الممكن سماع صوت لقاكو وهو يقول إبراهيموفيتش أتبلك وألفاظ بزيئة أخرى وتشير القناة الإيطالية إلى أن لقاكو تعرض لإهانة شديدة وإبراهيموفيتش هو من استفزى البلجيكي في المقام الأول جديد بالذكر أن إبراهيموفيتش أحرز هدف ميلان ثم تعرض للطرد في أشاطى الثاني لحصله على بطاقة سفراء الثانية ولقاكو تعادل لإنتر من رقلة جزاء مشاهدة إبراهيموفيتش ولقاكو في مباراة ميلان وإنتر ميلان شكرا ترجمة نانسي قنقر